السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم العافية نكمل الدرس تبعنا المرة الماضية اللي هي عملية تغيير المقالات او المقال الرئيس الصفحة الرئيسية اللي هي الخاصة بالمقالات لانه احنا لما نيجي نغير هنا الانجوج المفروض انه تتغير معنا المعلومات هذه على حسب الانجوج اللي مخزنا في السيشن اوكي فكيف هذه الشغلة بدنا نصير بدنا نعدل على بعض الملفات بالاضافة لل control اللي هو تبع اللوكال اوكي خلينا نيجي مع بعض اول حاجة بدنا نفتح اللي هو route middleware اوكي نتذكر هنا في شغلة احنا كنا مسوينا اللي هي route bend اوكي هذه حاليا احنا محنا بحاجتها في هذا الجزء من الدرس اوكي طبعا في انا هذا اللوكال برضو ما احنا بحاجته حاليا هنحدفه و هنشيله هنا من ال use تمام و هنحدف هذا ال route كامل اوكي لكن هنستخدم اللي هي ال resolve كيف هنستخدمها هنجي نحذف هذا في الاول اوكي نرجع route surface provider مثل ما كان في البداية ال function تبع ال resolve model هناخده copy او cut بالاصح و نرجع route surface provider مثل مكان اوكي هنسكر route surface provider نروح وين على http controllers اللي هو اللوكال controllers هنجي هنا خلينا نساوي minimize translated خلينا نساوي minimize لكل ال functions اوكي وهنا نسوي له paste انه يجي يسوي لي search على المقال اللي بالslug على حسب اللوكال اوكي اذا كان فاضي الموديل فمعناته خليه يشوف لي في جميع اللغات اللي موجودة في ملف اللوكال languages يشوف لي هل المقال موجود فيها اذا نعم خليه يسوي لي new route اللي هو مثل ما شرحنا في الحلقة اللي قبل الماضي اوكي وبعدها يسوي لي redirect على new route اوكي تمام انا كيف هذا الموديل انا كيف ال function هذا بدي استخدمه عندي في ال switch هنا هنا في ال switch بعد ما سوينا تعيين للغة اوكي في كل functions قلنا له انه هنا يرجع لنا redirect back بس المفروض انه ما يرجع لي redirect هو المفروض انه يرجع لي redirect بس مع اللغة الجديدة اوكي فمعناته هذا هم صحة بس نسوي له شرط صغير اللي هو عبارة عن انه نعرف which segments الاول هل هو البوست بس لوحده ولا في مقال بعد كلمة البوست اوكي فمعناته انا راح استخدم اللي هي ال function اللي هي قدر previous request اللي هي اللي بترجع لي ال segments اوكي فمعناته هارجع اضيف اللي هي ال previous request هاته اللي كتبناها هنا بفوق في ال protect اوكي احكيلو this previous request يساوي اللي هي this اللي هي get previous request اوكي ال back slash اوكي تمام هل موجود عندي segment 1 يعني طبعا مثل ما حكينا انه ال slash الاول القبل ال slash الاول هيكون صفر بعد ال slash هيكون فيه واحد اوكي يعني هنسويها على طريقة ال read فهنقوله if set segments 1 هل هو موجود فمعناته سوي لي return this اللي هو function اللي نقلناه من ال routes اللي هو resolve model ايش هو الموديل اللي احنا منستخدمينه حاليا انه اللي هو post model ال post class ال post موديل صحيح هنقوله هنا segment 1 وهنقوله اللي هي اللوكال هذي اللي هي اللوكال اللي بدنا نغير عليها اذا ما كان موجود هذا الكلام فمعناته انا بدي اساوي الامر تبعي اللي هو return redirect back يعني انه في حالة هذا الشرط مش صحيح فما تسوي لي لا ترجمة ولا ايش يرجع لي على الصفحة اللي كنا عليها اوكي return redirect اللي هي back تمام؟ اوكي اوكي اذا كان هذا الشرط ما هو صحيح برضو مثل ما حكينا انه يرجع لي back برضو تمام؟ اوكي فماعناته انا عندي اللي هو protected translated route segments انا ما احتاجه خلينا نشوف ايش صار عنا في المابقة نسوي الرفرش نسوي اسبانيش اوكي لسه ما سوالنا ايشي معناته انه هو بس يستخدم هذا الريزولف مودل راح يدور على اللانجوج عن طريق السيشن لانه احنا صرنا نهتمد على السيشن في اللانجوج اوكي إذا كان السيشن هنا يدور على السيشن اوكي نسيت اضيف هناك السيشن هنا سنحكي الى اللى هي السيشن كمان يسوي عليها البوت اللى هي اللوكال و يضيف عليها العملي وبعدما يدور على الارة التوالي Currently ويشوف اللوكال راح يسوي لها resolve على الموديل تبعتها خلينا نشوف ايش راح يصير معناه في الموقع هنسوي هنا refresh هنسوي مثلا عن Spanish هنسوي عربي المفروض هنا لدينا مشكلة ان هذا المقال ما يجع على اليمين بالعربي معناته انا عندي هنا مشكلة في ملف app.plate.php اللي هي الخاصة بالRTL كان عندي هنا مشكلة في ملف bootstrap RTL غيرته لملف ثاني واشتغل من طبعا هنا استخدم الظهر 4.1 احنا كنا مستخدمين 4.5 بالنسبة للRTL فظهر انه كان فيه مشكلة في 4.5 فاستخدمنا اللي هي 4.1 اوكي واستبدأت له في public في frontend في CSS كان هنا .men .css خليته اللي هو الملف الثاني اللي هو bootstrap RTL .css اوكي طيب نرجع نشوف هنا لو سوينا refresh اوكي تمام صار عندي العربي مزبوط لو سوينا English اوكي تمام لو فتحنا واحد من المقالات هيطلع عندي مشكلة ليش لانه انا ما عدلت الRTL كانت الRTL عندي في resolve URL اوكي كانت معتمدة على language فمعناته انا حاليا بما اني انا حدفت language فمعناته انه لازم اني اعرف له هذا URL اللي هو بدل segment الاول اوكي فمعناته هنيجي هنا على local controller هنا عندي في resolve model اوكي هناخد هذه اللي هي full URL تمام ناخد copy ونشوف ايش راح يطلع dd سويلو refresh اوكي هنا لو نلاحظ انه احنا لو دخلنا على الموقع انه مش هيطرأ لنا الRoute نفسه اوكي فمعناته خلينا نروح نساوي اختبار في post controller اوكي هنيجي نفتاح على app http controller post controller اوكي طبعا هذا الكويري القديم اللي احنا كنا مستخدمينه فهنا مثلا لو سوينا dd اللي هي post اننا نشوف هل هو يقرأ فعليا البوست هذي نجي نشوف ما ما قرأ البوست في add اوكي طيب لو حدثنا model من هنا من الRoute لو سوينا refresh اوكي تمام معناته انه هو صار يقرأ لي الRoute نفسه مش راضي يقرأه من model نفسه ليش لانه تغير تغيرت الاستراتيجية عنا فمعناته طيب بسيطة خلينا نحذف dd هذه ونرجع ل comment معناته انه هيصير post اللي هي المختارة ويدور لي على المختارة ويدور لي على ويجيب لي اول واحد ويعطي في البلايد تبع اوكي خلينا نجي نشوف لو وصل هنا مثلا post اوكي تمام لو اخترنا اي مقار تمام لو يجينا هنا مثلا من العربي اخترنا المقار اوكي تمام لو يجينا مثلا من الاسباني اوكي تمام طيب انا حاليا عنا مشكلة انه اذا غيرنا اللانجوج حاليا فهو ماشي على النظام القديم اللي هو تبع انه تكون اليوريل فيها اللانجوج فلو سبينا انجليش راه يطلع لي مشكلة اوكي طيب لو حولناها مثلا العربي برضو نفس الاشي هيطلع فيها مشكلة فمعناته ايش الحل لو رجعنا على اللوكال كنترولر واخذنا هاد البراميتر اللي كنا نحكي عنها في احد الحلقات السابقة لو سوينا لها دي دي عفوا دي دي ويطبع ليها نشوف ايش هي لو سوينا ريفرش هنا خلينا نرجع من الاول ريفرش اوكي عنا بالعربي خلينا نبدأ من الانجليزي لو سوينا انجليزي و سوينا كنترولر ترانسليت للاسباني اوكي لاحظ انه هنا اخذ لي الرابط اللي هو الاسباني وهنا الاسباني وهنا ما جاب لي اشي هنا قل لي الفول يورال اللي هو تبع تغيير اللغوج طيب انا كيف بدأ اعرف له انه هنا في البوست دوتشور اوكي فما نعطي لو يجينا هنا بدل الريكوست فول يورال اوكي انا نحذفها و نكتب له هنا يورال انكود اوكي اللي هي الراوت اللي هي البوست دوتشور و نعطي له اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي من الموديل هذي اوكي فمعلمة هنقول له الموديل ان لوكال جيب لي منها اللي هي اللي هي تمام نيجي نشوف باك ريفرش اوكي انجليش نحول على اسباني اوكي تمام لاحظ انه هو احول لي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اوكي تمام معناته احنا الشغل تبعنا صحيح هنجي ناخد هذا نفسه اوكي نحذف الديدي ونحدد القيم القديمة ونستبدلها بالقيم الجديدة اوكي خلينا هنجي نشوف هنا انجليش نحولها العربي اوكي نحولها لاسباني اوكي تمام حول من اسباني الانجليزي تمام حول من انجليزي الاسباني تمام معناته هي كي احنا خلصنا اللي هي عملية عرض البيانات طيب لو جينا هنا على الـ post برضو نتأكد تمام عندنا اسباني وهنا عندنا انجليزي وهنا عندنا عربي تمام معناته احنا كل الروابط انا صحيحة ونزبطنا موضوع اللانجوج تكون مع السيشن اوكي انتهت ترس تابعنا اليوم نكمل الحلقة الجاية يعطيكم العافية اذا كنت اول مرة تشوف القناة لا تنسى تشترك في القناة والاعجاب ومشاركة القناة ودعوة في ظهر الغيب ويعطيكم العافية اشترك في القناة